في لبنان كل شيء ممكن فبحسب الأغنية الرحبانية المعروفة بها البلد كل شيء بيصير لكن مع ذلك ثمت مسرحيات سياسية تحصل أحيانا تدفعك إلى أن تطرح أسئلة كثيرة من هذه المسرحيات ما حصل اليوم في مجلس النواب رئيس الحكومة الممتعذ من كل الأداء السياسي في البلد وخصوصا من الضربة التي تلقتها الحكومة أمس في مشروع قانون الكابيتال كونترول طالب بتحويل الجلسة النيابية من تشريعية إلى جلسة عامة ويتم فيها طرح الثقة بالحكومة فرد الرئيس نبيه بري مشوقتها في موقفين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب تمثيلية سمجة فرئيس الحكومة يعرف تماما أن الجلسة لا تتحول في اللحظة الأخيرة من اشتراعية إلى جلسة مناقشة عامة لذا فأن موقفه الكلامي يندرج في إطار الاستعراض الشعبوي لا أكثر ولا أقل أما بالنسبة إلى موقف بري فهو ليس موقف رئيس لمجلس النواب فبر يجب أن يطالب هو وأن يكون أمام النواب ورئيس الحكومة في المطالبة بعقد جلسة مناقشة يليها طرح للثقة لكنه بالعكس من ذلك يعتبر أن مناقشة الحكومة وطرح الثقة بها غير ضروريين في هذا الوقت فمتى يطرى يشعر بري أن الواجب يحتم على مجلس النواب مناقشة الحكومة أم هو يعتبر أن البلد بألف خير وأن الناس مرتحون وأن لا شيء يستدعم سائلة الحكومة على أدائها المهم أن المسرحية المضحكة المبكية لم تقنع أحدا فقط أمر واحد اللبنانيون مقتنعون به هو أن بري وميقاتي وكل أركان المنظومة دافنين الشيخ زنكي سوا فهل يتحقق الخلاص من الطبقة الفاسدة في الخامس عشر من أيار؟ اشتركوا في القناة